أهلا بحضراتكم من جديد متواصلين معنا الأستاذ خالد سليمان المحامي المرشح لرئاسة مجلس إدارة النادي الألي في انتخابات 26 نوفمبر أستاذ خالد فضل في استعراض برنامجك فقرة تسعة في البرنامج أنا من خلال تردد على الثلاث أفرع الناس ما بتشوفش أعضاء مجلس الإدارة إلا كل أربع سنوات ودي شكوى يعني أعتقد كلنا لمسينها مدينة ناصر محدش بيروح زايد محدش بيروح تسألهم شفت رئيس المجلس يعني ليه ظروف معينة أو حاجة طب 11 فين للأسف الشديد فأنا فيه بحدد الجمعة الأولى من كل شهر ليه أعضاء المجلس على قال يتنوبوا الذهاب إلى الفروع جمعة كل جمعة في فرع نادي بالمناسبة مش مطلوب أن رئيس المجلس أو عضو المجلس حسب عرف الأهل ونظامه يتواجد بين الأعضاء هو المدير التنفيذي والإدارة التنفيذية المسؤولة لا عضو المجلس عضو المجلس ده كده احنا هندخل في خلق لا بالعكس يعني أنا عضو مجلس ما شوفش الأعضاء اللي كل أربع سنين طب هو بيروح لهم ليه في الانتخابات وما بيشوفوا قراراته وإداءه لا هو فين قراراته وإداءه ما بيأينه وبيشتكه بيأينه وبيشتكه زي ما قلت لحضرتك بالنسبة بنتكلم عن طرح مناقصة بوليس التأمين الأهل الصحي على فكرة دي موجودة في الليحة أنا فعلها بقى من يوم الليحة عملت محدش فكر لأن أعضاء النادي يعني يستهلوا أن يبقى فيه وثيق التأمين صحية اسم النادي الأهل كبير تطرحه في أي مكان في أي مكان هتلاقي صبل يعني التسهيل والإجراءات ما لهاش حال عايزة أبتدي بدراسة مشروع مستشفى الأهل مستشفى الأهل في الليحة برضو يعني أنا جبت من الأعضاء عايزين إيه وجبت من الليحة ما يتوافق معها عشان محدش يقول دي مخالفة للليحة الليحة بتقول أن النادي ينشئ مستشفيات وليها علاقة بالأعضاء ويعالجوا المراكز الطبية برضو لللاعبين واستثمار للغير فده على الأقل يليق بالنادي الأهل عقد ندوات ثقافية وطرفيهية خاصة بالأسرة لمعارجة المشكلات الاجتماعية بدور هنا على ثقافة المرأة اللي هي العنصر الأساسي في تربية النشط ليه من هنا دي ما يتولاش ندوات ثقافية ويبقى ما بين الندوة والندوة شيء كده فيه نوع من الانفراجة للأطفال ويتقدم لهم حاجة طيبة يعني كل ما يعشى كل أطفال يعني أنا بس الندوة الثقافية يبقى كل مرة موضوع معين ندعو فيه أدباء ندعو فيه مفكرين ندعو فيه يعني لازم المنظومة دي تبقى موجودة ترجمة نانسي قنقر